وعود في مهب الريح مقولة معروفة تنطبق على حال المدرسة الجزائرية التي لم تتعافى بعد من الغش الملازم لأغلب الامتحانات كم يحصل حالياً مع الباكالوريا دقائق فقط على دخول مترشحي الباكالوريا لمراكز الامتحان مدة قصيرة لكنها كانت كافة لانتشار مواضيع الرياضيات لشعبة الأداب والفلسفة واللغات الأجنبية ومواضيع اللغة العربية لشعبة العلوم الطبيعية على مواقع التواصل الاجتماعي تهور المسربين لم يتوقف عند استعمال الهواتف الذكية والولوج منصات التواصل الاجتماعي بل تعد للدردشة وطالب الإجابات النموذجية وحتى إرسالها لمن يطلبها بحضور الحراس أو على حين غفلة منهم وزيرة التربية الوطنية نوريا بن غبريط التي أعطت إشارة انطلاق الباكالوريا من ولاية قلمة اعترفت بتسريب المواضيع من بعض مراكز الامتحان لكنها استبعدت أن يؤثر ذلك على السير الحسن لباكالوريا هذه السنة رغم الترتيبات الأمنية المشددة والإجراءات العقابية التي تصل لحد الحرمان من ابتياز الباكالوريا لخمس سنوات لكنها وصل بعض بالحصول على شهادة عبور للجامعة كفير بالمغامرة ولو بمنطق من كيافلي عنوانه الغاية تبرر الوسيلة